أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن هدف كل إنسان في هذه الحياة أن يصل إلى إيمان كامل هذا الإيمان الكامل هو هدف الإنسان حتى يرضى الله عز وجل عنه وحتى يفوز في آخرته الإيمان الكامل ليس كلاما يقال ولا شعارات وإنما سلوك وعمل فالإيمان ليس بالتمني كما ورد ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل يسأل الإنسان نفسه سؤالا ما هو هذا السؤال هل أنا وصلت إلى درجة الإيمان الكامل أم لا كيف يجيب الإنسان عن هذا السؤال إجابته في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيها صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا سألت نفسي هذا السؤال هل أنا أحب الخير لغيري أم لا إذا كانت إجابتي بنعم فإذا هناك درجة من درجات كمال الإيمان قد وجدت وإذا كانت إجابتي بلا لا أحب الخير لغيري إذن هناك نقص في الإيمان فليس الإيمان بالتمني كما قلنا وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فعلى الإنسان أن ينظر في أحواله إذا وجد نفسه محبا للخير لغيره ومحبا للخير لجاره ولأولاد جاره ولكل الناس فليعلم أنه قد تحقق فيه سبب من الأسباب التي بها يكتمل الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحدد لنا ما الأشياء التي يحبها الإنسان لنفسه ومطلوب منه أن يحبها لغيره ويكون فيها النفع فيحدد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء هي التي تكون في الخير فأنا أحب لنفسي الخير كذلك أحب لغيري الخير أما أن أكون سائرا على معصية الله سبحانه وتعالى وأحب لغيري أن يكون مثلي فهذا ليس من مكملات الإيمان فالإيمان في الطاعة الإيمان في الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الإنسان يعيش في هذا الكون ليس منفردا وإنما مع أفراد حتى يتحقق العمران الذي طلبه الله سبحانه وتعالى فقال عز وجل هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها هذه العمارة لا تكون من شخص منفرد وإنما تكون من أشخاص هؤلاء الأشخاص حينما يتعاملون معا حتى يتحقق العمران وحتى يتحقق الأمن والإيمان لا بد من توفر هذه المحبة أن يحب الإنسان لغيره الخير كما يحبه لنفسه وصل وبلغ من أهمية هذا الأمر أن الشرع الشريف نهان عن كل ما يؤدي إلى كراهية الغير وإلى ما فيه إضرار للغير فنجد الشرع الشريف يحرم علينا مثلا الحسد لماذا؟ لأن الحسد فيه تمني زوال النعمة عن الغير وهذا ليس فيه حبا وإنما فيه كراهية ليس فيه حبا للغير ليس فيه حبا لتوفر الخير للغير وإنما فيه أنانية فيه كراهية فيه حقد إلى آخره فالشرع الشريف حرم الحسد لماذا؟ لأنه ليس فيه حبا للغير الإيمان الكامل إنما يتحقق بأن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة وهي درجة المحبة فإذا أراد الإنسان أن يعرف حاله وأن يعرف نفسه هل فعلا وصل إلى درجة الإيمان أم أن الأمر مجرد كلام فقط فإذا أراد أن يصل إلى هذه المعرفة فعليه أن يبحث في أحواله إذا وجد نفسه محبا للخير لغيره فليعلم أنه قد توفرت فيه درجة درجة وتوفر فيه مقوم من مقومات كمال الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المشاهدون الكرام إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته